وينضم إلينا من موسكو الدكتور أديب السيد المحلل السياسي دكتور أديب ما هو موقف موسكو مما يدور بين سوريا وتركيا الآن تحية لكم الموقف الروسي واضح وهو موقف ميداني يتمثل في مشاركة الطائرات الروسية المقاتلات من طراز ميغ وسوخوي في العمليات العسكرية مباشرة ضد مواقع الإرهابيين الذين تجمهروا ويمثلون كثافة قتالية قوية في منطقة خان الشيخون هذا هو الموقف الميداني الروسي أما على صعيد السياسي فهناك اتصالات لم تتوقف بين العسكريين الروس والأتراك بهدف استضاح المواقف لسيما أن روسيا أعلنت مرارا وتكرانا وعلى لسان الرئيس بوتين ووزير الخارجية لفروف أنه يتوجب القضاء على بؤلة الإرهاب في إدلب وأنه لا يمكن السكوت على هذا الوضع الجانب التركي يدرك تماما حقيقة الموقف الروسي ويدرك أن روسيا لن تتراجع لسيما وأن المسلحين لم يستجيبوا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة السورية من جانب واحد قبل عشرة أيام ولم ينتهقوا هذا الاتفاق فقط بمهاجمة مواقع القوات السورية بل أرسلوا طائرات مسيرات لتقصف قاعدة حميميم الجوية وهذا كان بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه بالنسبة للجانب الروسي الذي يشارك بقوة إلى جانب القوات السورية في المعركة الجانبية لم تكن هناك في موسكو اليوم مواقف سياسية معلنة فالجانب الروسي يتابع تطورات الوضع عن كثب ويتعامل مع ميدانيا مع المتغيرات ومن خلال الضغوط على الجانب التركي لكي لا يتدخل بصورة من شأنها أن تشكل حماية للجماعات الإرهابية ولكن الواقع اليوم هو دخول الأليليات التركية من أجل حماية جبهة النصرة في هذه المنطقة وهي نفس الجبهة التي تقوم روسيا وسوريا بمحاربتها نعم قد يكون التدخل التركي في خانشيخون لنصرة الإرهابيين هو جزء من الاتفاق الذي تم التوصل له بين أنقرة وواشنطن وهو الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة آمنة في شمال شرق الفرات قد يكون التركي أخذ على عاتقه مهمة مساندة الإرهابيين في خانشيخون وفي إدلب في وجه القوات السورية والروسية في مقابل سكوت الجانب الأمريكي عن إقامة منطقة آمنة تتمتع بها القوات التركية بحرية الحركة وامتيازات أخرى ضد الجماعات الكردية ولكن أنا لا أتصور شخصيا أن يكون التدخل التركي بذلك الحجم الذي من شأنه أن يغير موازين القوى على الأرض أو أن يشكل صحيح أنه سيعيق بعد الشيء تقدم القوات السورية وقد يعني يشكل غطاء أو يعطي نبضة معنوية للجماعات الإرهابية ولكن موسكو وديمشك حقيقة وقواتهم العاملة على الأرض عازمة على إنهاء الوضع في إدلب من أجل التفرر لدفع العملية السياسية ومن أجل العمل لمعالجة الوضع في شمال شرق الفرات وهي النقطة الثانية التي ستدور حولها الدوائر بعد الانتهاء من عملية إدلب شكرا دكتور أديب السيد المحلل السياسي كنت معنا من موسكو شكرا دكتور أديب السياسي ترجمة نانسي قنقر